اشتركوا في القناة بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب باسمكم بضيف التحرير لهذا اليوم السيد محمد جدري المحلل والخبير الاقتصادي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا سي محمد وأنتم أيضا في المركز أو مرصد العمل الحكومي تترأسونه التابع لمركز الحياة في البداية هل اقتضت ضرورة أن تقومون بهذه الدراسة نظرا لهذا القانون الذي قد نقول بأنه استثنائي سواء من حيث السياق العام أو حتى من حيث الأرقى صحيح بحيث أن مركز الحياة التنمية المجتمع المدني هو واحد مؤسسة مدنية تشغل منذ سنوات لكن في إطارات السياق وطنية المغرب يعني بعد النجاح يعني الباهر لانتخابات تونيج وتنبير الأخيرة يعرفت يعني مشاركة المواطنات والمواطنين بكتاف فذهبوا إلى صندوق التصويت وكذلك السياق الوطني يعني هو حامل واحد مجموعة من المشاريع المهمة جدا بحيث تعلق أمر بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية يتنزل أمر كذلك بتنزيل البرنامج الحكومي وكذلك تنزيل النموذج النموذج الجديد وبالتالي فإن هذه البرامج هذه تحتاج إلى مشاركة المجتمع المدني في يعني متابعة النقاش ومتابعة السياسات العمومية اللي قد تجيب في التجاه هذا فهذا الإطار هذا من قصة الحياة المجتمع المدني سيخلق هذه الألية الجديدة التي هي الألية مدنية التي هي مرصد العمل الحكومي لتبع السياسات العمومية حتى أننا نشرنا واحد تقرار الأول لتعلق ببرنامج الحكومي وتشكيلة الحكومة كان إبانا تشكيل حكومة السياسة أخنوش واليوم مع مصادقة على قانون المالية سنة 2022 خرجنا التقرار لتدوي على المعطيات الكاملة كيف مرت العملية المناقشة ومصادقة على قانون المالية 2022 في قبة البرلمان بالمجلس جميل ما هي المصادر التي تم بناء تقريرا عليها المصادر هي مصادر الرسمية بحيث أن تابعنا مذكرة التقديم للقانون المالية لأيكينية وطيقة رسمية كذلك المناقشة التي تمت عن طريق اللجان إما لجنة المالية لا في مجلس النواب ولا في مجلس المستشارين وكذلك كل تصريحات تجيب عند الناس لهم رسمية لا وزراء لا أعضاء في البرلمان لكذلك ما تم في الإعلام بسببات رسمية يعني المعطيات التي خرجناها في تقريرنا هي معطيات رسمية وعندها هي عند الأسس ديالها لا في مجلس النواب ولا في مجلس المستشارين نعم أبرز التوجهات والالتزامات التي لحظتمها في قانون المالية الذي يأتي تكملة ربما لقانون المالية سنة 2021 بالنظر إلى توجهات المملكة الخاصة بتجاوز تدعيات جائحة كورونا أو حتى ببناء أسس سليمة للدولة الاجتماعية أكيد أن السنتين الماضيتين في قانون المالية كان هناك تغييرات جذرية كان هناك زيادة في الميزانية العامة التي قد تصل 245 مليار درهم هذه السنة وهو أعلى ربما رقم من الاستثمار العمومي سنتحدث عن القطاعات التي سيشملها ولكن ما الفريد ما المميز ما الذي خلق جدلا في النقاش في قانون المالية لسنة 2022 أعتقد بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعني يأتي في واحد سياق ما قد قبلها واحد سياق وهو مختلف أولا عندنا حكومة وهو حكومة جديدة ثالي نقطة هي عندنا تنزيل ورشة الحماية الاجتماعية وهو يعني ورشة المكلف وكذلك يحتاج إلى مجموعة من الأمور تقوم بتنزيل ديالو وكذلك أن هذه الحكومة هذه غدت تعمل على تنزيل النموذج التنموي الجديد بالإضافة إلى التوجيهات الملكية بها الخصوص يعني فالتجاه يعني وبالتالي فإن قانون المالية سنة 2022 نجاب هذا السياق هذا وهو عنده يعني واحدة بعض المحاور التي هي أساسية المحور الأول يتعلق بإنعاش الاقتصاد المحور الثاني يتعلق بتركيز الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية ثالثاني يعني يتعلق بالرأس المال البشري والمحور الأخير هو المحور الإصلاح الإدارة وإصلاح منظومة الحكامة وبالتالي فإن يعني في هذه القانون المالية هذه كنشوف واحد القاملة هي القاملة هي كبيرة جدا بحيث أن أول مرة في المغرب ستصل الميزانية للدولة إلى أكثر من 520 مليار للدرام كذلك التحمولات ستصل إلى 427 مليار للدرام كنتفضلتي أستثمار العمومي ستصل إلى هذه السنة هي 245 مليار للدرام في إطار الاستثمار العمومي ما مبررات وأيضا النقاشات التي سيقت في المصادقات على الاستثمار العمومي خاصة ونحن نعلم بأن بالفعل الدولة الحاضنة هذا المصطلح وهذا المفهوم عاد في جائحة كورونا لتحقيق الأمن الاستراتيجي في مجموعة من الأمور دوائية علاجية طاقية غذائية نظرا للاقتصاد العالمي الذي تضرر بشكل كبير في ظل جائحة كورونا كيف وجدتموه وهل بالفعل ما سمي بالاستثمار ذو جدوى وأيضا وإن ارتفعت المديونية كما قال تقرير نموذج التنموي إلا أن على هذه المديونية أن تكون في مجالات منتجة ومجالات ناجعة ولا ضرر إن وجدت مديونية أنذاك صحيح بحيث أن تقرير للمرسد العمال الحكومي في محوره التالي يتكلم عن صلب وعن جوهر قانون المالية في 2022 بالنقطة لشارلية هي النقطة للإستثمار ونقطة المديونية أعتقد بأن الاستثمار العمومي الذي يوصل يعني الـ 245 مليار للدرهم هذه السنة في دل يعني آتار جائحة كورونا ما يمكنه إلا أنه يكون محفز للاقتصاد وكذلك أنه يوفر لنا واحد فرص للشغل كذلك أعتقد بأن معدلات تنفيذ يعني في المغرب اليوم وصلت لمعدلات وهي قياسية بحيث أنها كانت تقيمة 8% من تنفيذ دي الاستثمارات في المغرب وهذا الأمر هذا يمكنه إلا أن يكون محفز للاقتصاد كذلك بالنسبة للمديونية نحن اشترى في التقيمة بأن المديونية هي مديونية يعني أصبحت في معدلات وهي كبرى بالنسبة لقانون المالية هذه المديونية هذه خاصة ضرورة تمشي إلى قطاعات منتجة وإلى قطاعات تقيمة مضافة لهي كبرى وإلا فإن المغرب البنك العالمي أو صندوق نقد الدولي وبالتالي في المستقبل المتوسط ممكن أن الورش الحيمية الاجتماعية ممكن يقع فيه مشكلة بحيث أن أنا مقدرت أن نصد لقصات دينا الدين العمومي الداخلي والخارجي ممكن أن هذه المؤسس العمومية تقولين بأن أول أمر كمشيولي هو الورش الاجتماعية وبالتالي فكما تفضلت أعتقد بأن المديونية هي يعني مشي سلبي ولكن يمشي إلى قطاعات منتجة وخصوصا مشاريع تقيمة مدافقة كبرى تتحقق لنا التنمية وهناك أيضا حديث من ضمن الأوراش المعلنة هي توسعة لعاء الضريبي وأيضا إصلاح السياسة الجبائية المندوبية السامية للتخطيط إصلاح لهذه المؤسسة لكي تعطينا الأرقام وتعطينا تلك المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية للمسيج المجتمعي الاقتصادي توقعات مستقبلية إلى غير ذلك والمغرب إن كان يراهن على تحقيق نسب نمو تتجاوز 5% بعيدا على الحكومي 3.2% نسب نمو مؤكدة ولكن توقعات من صندوق النقد الدولي من البنك الدولي تقول بأن من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع المغرب أن يحقق نسب نمو قد تتجاوز 5.5% في ظل الأرقام التي تتحدث عن الاستثمار في قطاع التعليم في قطاع الصحة فقط على سبيل المثال الحصر 6 مليار درهم لتأهيل البناء التحتية الصحية وهذا يترافق مع منظومة الحماية الاجتماعية أكثر من 22 مليون مستهدف في التأمين الصحي الإجباري توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بغضون 2025 تعويضات العائلية ابتداء 2023 تعويض عن فقدان الشغل كل هذه ركاز أساسي ولكنها تتطلب التمويل هل عكس قانون المالية ضمانات كفيلة بأن تقدم هذه المشاريع وتقوم بتنزيلها على أرض الواقع أعتقد بأن قانون المالية جاء فيه مجموعة من المعطيات وهي مهمة وهي ممكن لها إلا تكرس الدولة الاجتماعية في المغرب بحيث أن كيف تنشوفه ستكون 8-9 مليارات الدرهم في ميدان التعليم وفي ميدان الصحة كذلك أن تنزيل من ضمانات الحماية الجميعية في الشتر الشتر الأول أنها 28 مليون مغربية ستكون من تأمين إجباري على المرض هذه الأمور تقترضي وحد الموارد المالية وهي مهمة أعتقد بأن الإصلاح الدريبي والتنزيل توصيات الموانضرات والتسخيرات على أرض الواقع سيمكن المغرب التوصل إلى نظام جبائي وهو نظام عادل هذه المشاريع قانون المالية يتكلمون عن إصلاح الدريبي هذه إصلاح الدريبي مرتبط به يعني بتحويل قطاع غير المهيكل إلى قطاع المهيكل سيمكن المغرب من توصر على مجموعة المعطيات المالية باش أنها ممكن أنها تلبينا فقط تحميل الدولة لتحميلات التي هي جد جد مكلفة ما أطلق عليه المساهمة العامة الموحدة هل يمكن أن تخرج القطاع غير المهيكل إلى هياكل تنظيمية تكون الدولة على دراية بمداخيل هذه المؤسسات وهذا القطاع بما فيه من حرفيين من مهنيين إلى غير ذلك وهل بالفعل هي أساس سليم لتوسيع الوعاء الضريبي بالنسبة للحكومة أعتقد بأن اليوم نتكلم عن مقاربة جديدة لإدخال قطاع غير المهيكل إلى قطاع المهيكل بحيث أننا بالأمس كنا نتكلم عن فقط محاولة إدخال قطاع المهيكل إلى الندم له المهيكل لكن اليوم نتكلم عن منطق جديد بحيث أنه منطق رابح رابح بحيث أن اليوم هذا السيد الذي في قطاع غير المهيكل من يدخل قطاع المهيكل سوف يستفدوا من تأمين إجباري على المرض سيستفدوا في وقت عن تقاعد عن تعويدات عائلية وحتى في محاولة أخرى عن فقدان يعني الشغل وبالتالي فإن هذه إجراءات هذه إجراءاتية محفزة بالنسبة لقطاع غير المهيكل بشأنها ممكن أن يستفد أكثر من ذلك حتى أن قانون المالية يتكلموا عن الأفضلية الوطنية وعن الأفضلية الجهوية بحيث أن مقاول ذاتي أو مقاولة صغيرة أو متوسطة ممكن تكون عند الأفضلية مع مقاولة أجنبية أو مع مقاولة خارج التراب وبالتالي كل هذه المحفزة هذه يمكن لها أنها تمشيف للتجاهة لكن هذا لا يمنع بأن الحكومة خاصة يتكون عند واحد جور آئذة في محاربة الفساد في الإصلاح الضريبي وكذلك في تنزيل مقتضايات دي الأسخيرات بشكل ممكن تكون عندنا واحد منظومة ليجبئية ليعادلة بجميع المواطنين والمواطنين دي هذه البلد تحدثنا عن محور أساسي في قانون المالية هو تعزيز الرأس مال البشري وقد نقول بأن المملكة المغربية بمشاريع ورؤة استراتيجية مالكية قامت ببناء البنيان وانتقلت في مرحلة متقدمة لبناء الإنسان اليوم أوراش كالتعليم كالصحة هي صون لكرامة الإنسان وفي نفس الوقت بناء المورد البشري هل تعتقد بأن هذه الخطوات الجريئة أثارها ليست فورية وبتالي كيف كانت النقاشات قبل المصادقة على قانون المالية في هذا الإطار بالفعل فإن هذا الورش هذا يخصنا عرفه أن المغرب يعني دل هذه العشرين سنة الأخيرة يعني دل واحد مجهود كبير في البنية التحتية نتكلم عن الموانئ عن طرق السيارة عن الموانئ عن مطارات يعني مجموعة من البناء التحتية لا يوجد شيئ شفائي على مستوى الألجيات مجموعة منها لكن هذا مكانت كافي باش أننا ممكن تكون هناك تنمية في البلاد بحيث أننا تكون هناك تنمية في البلاد ضروري أننا خصلا أهل الرأسمال البشري هالتأهل الرأسمال البشري سيأتي أساسا عن طريقة التعليم وعن طريقة الصحة لهذا فإن قانون المالية يجاد فيه مجموعة من النقاط النقاش في هذا الأمر بسبب المجلس النواب لمجلس المستشارين كانت تقريبا أنه هو إجماع مجموعة من النواب والنائبات والمستشارات والمستشارين في اتجاه أنه يكون ضخ أموال إضافية في ميدان التعليم في ميدان الصحلي أنه يشكله إجماع لجميع المغاربة وما كانت تقضي الخلاف بالنسبة للنواب في مناقشة قانون المالية أكيد محور أساسي آخر هو نعاش الاقتصاد الوطني خطة الانعاش الاقتصادي المستندة على مجموعة من الآليات منها صندوق محمد السادس للاستثمار وضخ أموال من طرف الحكومة من أجل انعاش عدد من المقاولات من أجل دعم عدد من القطاعات منها قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير هذه الاستثمارات الضخمة هل بالفعل وجدتم في قانون المالية من خلال النقاشات التي سبقت المصادقة أن هناك وعي لدى المشرع بأهمية هذا الانعاش الاقتصادي المنتظر من نظر للسياق العام الذي فرضته جائحة كورونا فيما يخص انعاش الاقتصاد فإن هذا الامر يخضر حيز كبير من نقاش لا في مجلس النواب ولا في مجلس المستشارين ولكن كانت مجموعة من النقاط التي هي خلافية بحيث إلا كان هناك واحد الاتفاق على أهمية صندوق محمد السادس للاستثمار بحيث أننا دخلنا في 15 مليات للدلم في 2021 وغندخو في 30 مليات للدلم في 2022 هذا من كله إلا أن يكون محفز للستثمار ومحفز لخلق التروى ولخلق فواصل للشغل لكن هناك مجموعة من إجراءات مجموعة من البرامج التي كانت محل الخلاف مثلا نتكلمه مثلا على البرامج الأوراج للتشغيل للشباب بحيث أنها أرصد لها قلول مالية واحد جوت مالية فاصلة 25 مع أجل تشغيل 250 ألف منصب شغل لكن إحداث 250 ألف منصب شغل لكن هذه النقطة هذه هي نقطة خلافية بحيث أن الأغلبية تقول بأنها سوف تعطي لها فوصة للشباب المقصي فوصة للشباب لما عندوش مؤهلات علمية مؤهلات أن تكون عنده فوصة مثلا من أجل الإدماج لكن مثلا فوق معارضة تتكلم عن وضعية الهشاشة نتكلم عن يعني فوصة يعني هي عملية محددة مؤقتة ومحددين مثلا تشعر أو تشعر أو أقصد تقدير وغتكون كذلك بيد جماعات ترابية هناك يعني نواف المعادة يتكلمون على مثلا على ريع جديد بحيث أن هذه النقطة هذه مثلا مثلا نقطة لها خلافية كذلك برنامج فرصة فرصة مثلا كنشوفه يعني البرنامج كمبدأ يعني ومزيان لكن في التنزيل ديالو بحيث أن مليار و25 250 مليون درهم يعني في التنزيل ديالو بنا نشوفها على 25 مثل 50 ألف يعني 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 مقاوة صغيرة نشوف بأن هذه القوة هذه ستمشي لها فقط يعني 25 ألف درهم لكل مستفيد وبالتالي فنتكلم عن أنشطة مدرلة للدخل ونتكلم عن يعني مقاولات أو مثلا برامج ممكن أن تقللنا التروى هذه النقطة كذلك كنقطة خلافية ما بين مجلس النواب ومجلس المسترين هل هي محاولة من الحكومة فقط لتحقيق الأرقام الواردة في البرنامج الانتخابي مليون فرصة شغل دون جدوى هل لهذه الدرجة يعني لا أعتقد أن الحكومة لديها فرصة مثلا قيلة من طرف السيد عز أخنوش بينها من أجل خلق طبقة متوسطة خاصة في العالم القاروي يعني الرجل حدد حتى البيئة التي سيتم الاستثمار فيها من خلال مبادرة فرصة وهناك العالم القاروي خصوصيته لا تشبه المدينة الاستثمارات فيه يعني نوعية وقد تكون موسمية ارتباطا بالأنشطة الاقتصادية السائدة هناك فجد الأخي كعذران قد يكون هذا من المبررات المطروح صحيح صحيح بحيث أنا أعتقد بأن اليوم ما نسو أن آتار جائحة كورونا كانت يعني جد مكلفة على الاقتصاد المغربي فقدت قريبا ما بين 600 ألف منصب وكثر من 300 ألف منصب شغل فقدناها يعني فهذا فهذا سنوات سنوات الأخياتين كذلك مازال ما كنت خلاج من عق الزجاجة من الجائحة وبالتالي فأعتقد بأن الحكومة تشوف يعني ما هي النقاط التي تربح بها شوية الوقت يعني باش أنها تنزل البرامج لها تخلق لها تروى وكذلك أنها تسد الفراغ لأن ضروري نحفز الاستيلاك وخاصة نحفز الاقتصاد بحيث أن هذا الفواس يعني ممكن نستربيد أنها هشة ولكن ترفع القدرة الشرائية لهذا الشباب يعني على الأقل لمدة ستة أشهر أو تسعة أشهر بحيث أن ممكن أن يسترق مجموعة من المقتنيات هذا ممكن أن يكون كذلك محفز للاقتصاد لما لا نقول بأن مشروع قد يبدأ بفكرة بسيطة وقد يتطور بذلك وخمسة وعشرين وثلاثين الدرام التي تمنحها مبادرة فرصة أصلاح الإدارة رقمنة الإدارة تعزيز ألية الحكامة محاربة الرشوة والنزاهة الحفاظ على النزاهة أكيد في المؤسسات ربط المسئولية بالمحاسبة كلها أوراش أخرى قد نراها بأنها معنوية أكثر من أنها مادية اقتصادية تدخل في عالم الربح والخسارة ما هي تجليات هذا الورش الكبير داخل قانون المالية لسنة 2022 بالسبب لقانون المالية لسنة 2022 هو وقده واحد حييز كبير فيما يتعلق بإصلاح الإدارة وإصلاح منظمة الحكامة لكن من كنشون نشوفه على أرض الواقع من كنشون نشوفه المبلغ المرصودة وكذلك حتى أن الإمكانيات التنزيل على أرض الواقع أعتقد بأن هناك مجموعة من الأمور لخص مزال العمل فيها في هذه السنوات التي هي مقبلة باش ممكن تكلمه مثلا تكلمه على التنزيل الأمازيغية يعني 500 مليون دلدرام ولكن ما كنتبانش كيفش أنها غتصرف غتكون الألية دلها كنتبتان على أصلاح مثلا عدنا محاربة الفساد ومحاربة الفساد في الاقتصاد كيف قدنا واحد ما بينجوجة نقاط ثلاثة نقاط من نتج داخل الخام لكن يعني جاب القانون المالية دوء عليه باختصار وما كان يعني هناك يعتقد أن الحكومة يعني مطالبة تكون عنده واحد جراء أكبر في محاربة هذا هو قانون جنائي مصطرة الجنائية تماما يعني أعتقد أن في السنوات مقبلة يعني كان نجدل على الإثراء غير المشروع مثلا على النقاط بشأن يمكن إصلاح إدارة وكذلك يعني لإصلاح الحكام بصفة بصفة عامة جميل المغرب أيضا يعيش مناخ جيد في مجال الاستثمار الأرقام المحيطة بقانون المالية عجز الميزانية المتوقعة نسب النمو ارتفاع ربما بعض القطاعات والأنشطة نشاط الفلاحي المعول عليه سعر غاز البوتان مثلا أن يكون ب450 دولار لا يرتفع موارد الطاقية إلى غير ذلك كل هذه المتغيرات هل حسب لها حساب دقيق داخل قانون المالية 2022 أعتقد بأن من خلال المناقشة والمصدقة على القانون المالية في غرفتي البرلمان لا بالنسبة المجلس النواب ولا بالنسبة لمجلس المستشارين كانت هناك نقطة تشكل هناك اختلاف من بين النقطة التي تشكل اختلاف هي الفراضيات المبنية المبنية لها مشروع قانون المالية بحيث أن مثلا إذا كانت فروق الأغلبية يعني تدافع عنانة فراضية الكروب أنها فراضيات يعني كانت يعني عقلانية يعني ممكن تحقيقها مثلا كنتدو على 3.2% وهناك معدل للنمو بسبب سنة 2022 كنتدو على غاز البوطان كنتدو على 80 مليون قنطار من الحبوب كنتدو على 80 دولار مثلا بالنسبة السعر البرميل من البترول لكن هذه الفراضيات هذه أعتقد بأن يجب أخذها بعض الاعتبار بحيث أن المحيط الإقليمي والمحيط الدولي الآن مجموعة من هذه الفراضيات هذه ممكن أنها تحقق في السنة 2020 مثلا نشوف الغاز البوطان والبرميل للبترول استعدلهم 88 مليون 80 دولار للسعر وبالتالي فإن هذه الفراضيات هذه أعتقد بأنها يعني ممكن قبل التغيير في سنة 2022 أبرز الملاحظات على قانون المالي من خلال المناقشة والمصادقة أغلب الملاحظات هناك ملاحظات تتعلق بالشكل وملاحظات تتعلق بالمضمون مثلا فيما يتعلق بالشكل أعتقد بأن اللي هو جميل هذه المرة هذه هو أن التعديل تقدمت في مجلس النواب بالنسبة لفرق الأغلبية ولا فرق المعارضة كانت مجمعة بحيث أن فرق الأغلبية قدمت تعديلات كامية وكذلك فرق معادة تقدمت تعديلات مشتركة عكس بالمجلس المستشاريين بحيث أن المستشاريين بقى هناك الاتفاق بين الفرق الأغلبية قدمت تعديلات مشتركة لكن فرق المعادة قدمت كل فريق قدم تعديلته على حيMac كذلك فيما يتعلق بالمضمون مجموعة من النقاط مجلس النواب مجلس المستشارين يتعلق الأمر بالاستثمار يتعلق الأمر بالنفقات يتعلق الأمر كذلك بإصلاح ضريبي يتعلق الأمر كذلك بالبرامج والإجراءات للحكومة جاءة بتنزل دلها. مثلا برامج فرصة برامج التشغيل للشباب برامج تشغيل بصفة عامة إنعاش اقتصاد. مجموعة من النقاط التي كانت مفصلية بين فرق أغلبية وفرق المحارضة في ختم هذه الحلقة بقية دقيقة أو أقل هي خطوة جريئة أن يكون مصادقة على قانون المالية في وقت ما يؤكد تسريع زمن التشريع ربما وفي نفس الوقت على مستوى المضامين قد يكون هناك بعض المغامرة بالنظر إلى ما تفضلت به أنها تأتي ضمن سياق وضمن توقعات ولكن هذا هو حل العالم ككل دائما ما ترسم التوقعات وبناء عليها توضع الميزانية ولكن المغرب تجاوز عقبة أشياء كثيرة سنة 2021 ونزل بالفعل قانون المالية الذي كان فيه عدد من الأوراش الاجتماعية كانت أماما اقتصادية وفي مرحلة ربما صعبة ولكن الأرقام تحسنت في السياحة تخفيف الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي لغير ذلك وهذا ربما يبشر بالخير بأن قانون المالية بالتزاماته وتعهداته ستطبق خلال سنة 2022 أعتقد بأن مشروع قلوة المالية سنة 2022 في واحد مجموعة من النقاط التي هي إيجابية يعني النقطات المتحدة للدولة الاجتماعية بحيث أنه لتطلع تأمين إجباري على المراد بسبب جميع المواطنين والمواطنين هو شيء إجباري هو شيء إيجابي هو شيء جميل ونرى هذا الشيء على الأرض الواقع بحيث أن 2021 بدأت تنزيل ويكمل في 2022 إلى حدود 2026 و20 كذلك نقطة الاستثمار هي نقطة مهمة مثلا أنه وصلوا مثلا أنه 75 ميادة الدرام في الاستثمار هي نقطة هي كذلك هي مهمة بغير نقطة أخيرة هو أن في مرسل العمل الحكومي نحن نتابعوا تنزيل البرامج الاجتماعية وبرامج الحكومي بصفة عامة بحيث أننا درنا تقرر الأول درنا على تشكيل الحكومة تقرر الثاني ودرنا على قانون المالية ويقعدنا واحد تقرر في منتصف يناير على مئة يوم من عمر الحكومة شكرا جزيلا لك سي محمد جدل الخبير والمحل الاقتصادي ورئيس مرسل العمل الحكومي على الحضور مانا في باية التحرير مرحبا شكرا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة لكم أشمال تحية إنما كنتم إلى اللقاح